اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل وانتي تكتب في اولى الجمل في سيناريو شوف لي حل كنت تتوقع كل هذا المجد لسلسلة هذي؟ ويكذب عليك اللي يقول لك راني توقعت سكسسي في سلسلة في غنية في برشة حاجات نذكر حاتم بالحاجة اذا كان تحبوا تربطوه فقط بسلسلة تشوف لي حل هو حاتم هو اللي وراء الوتيل هو اللي وراء سوبيرت عزيز كنت الاسيناريست انتي اللي جيت من الطب قريت الطب ما عزبكش الطب؟ ما مش بعجبنيش انا من النجامش كنت بيب معناها الريتم والقراية والاحفاظة وانا معناها بالحق معجب ياسر باللي يكمل قرايته في الطب خاطر انا قريت ونعرف شنو التفحيات وقدش من الساعة وقدش من حاجات يزمك تحفظهم وقدش من والغلطة بحسيبها انا ما كنتش معناها تستهويني بعد كي عملتها قلت لي خاطيني يزم نعمل حاجة اخرى مشيت لفرنسا؟ مشيت لفرنسا المدة؟ اغزران على ذيك كيتاوا يقولولي شباب ويهيجر وكل شاي نفهم وخاطرانا بيدي عشت في فترة ما فهماش اوفق نحكي لك راهول هذوم عام ستة وثمانين عام قبل ما يصير السابعة نوفمبر دونك كانت الوضع ما فهماش امل برشا في الشباب مش انا برك كنا برشا عبيد مشينا قرارنا كانت اسهل بطبيعة وقعدت شوية في باريز لكن بعد اكتشفت اللي الريتم والثقافة اخرى وانا مغروس في المجتمع دونك قررت نرجع شا عملت في باريز؟ في باريز بديت هكا الخطوات الاولى خدمت في الباجون خدمت حاجات خفيف تعرفت على برشا الموندو بتاع تلفزة كنال بوقتها كنال بلوس في تنبكها وكان عندي صديق مانيها كان هو كوستومي يخدم غاديكا دونك الموندو ذاك اللمير وكل شي عالم اخر قلت كامش نقعد في فرنسا باش نخرج من قشرتي يعني ينزمني نتاقلم وينزمني جمده بتنولي عندي ثقافتهم وكل شي وانا عندي حاجات مغروسة عندي برشا حكيتنا نجم نحكيها مع المجتمع التونسي دوك قررت بكل هاكا قناعة اللي كونو نرجع اما ما كنتش وقتها نخامة بش كونسيناريست وقتها استهواني عالم الصحافة وكي رجعت لهنية دخلت اول حاجة عملتها قايت في معاد الصحافة قايت في معاد الصحافة قايت في معاد الصحافة محاكم كنت خاصة هالاربع نعدي نهار كامل في المحكمة كنت صدي المحاكم وننصح الصحافيين المبتدئين يبدأوا في صدي المحاكم تراه مجتمع وعمقه وتراه حكيات اللي ما يتصور بعد ما تعدي عام وكانت عندي صفحة اللي هي بها صدي المحاكم دونك هذيك تعلمت برشا حاجات منها وتوافهم بالمناسبة ناصر الدمرجي نتفكر مشيت النابل حقا معملت تحقيق وقتها الصحفي وكانت المنشاة وقتها في تونيس أبدو لدياب دونابل اللي زادها في جارية الأخبار وقتها صفح نابل صفح نابل وصيد احضرت على المحاكمة بتاعه وريتو معناه هو وقبل وقته تم الحكم عليه بالعدام وحكيت مع العائلات اللي كانوا في المحكمة الحكم اخرج يكون مضي ساعتين ومثلاثا نتعص به ما حليه الشاي اللي تعمل فيه؟ عادة يرضي طموح أي شاب؟ اسمه يهبط في الجرايد الناس تقراله والناس تستنيه شنو اللي هزك بش تكتب دراما بش تكتب حكايات بش تضحك تونسا؟ البداية كانت وقتها بان صحافة الحق خدمت في تونيس أبدو معناها كان عندي طموح أكثر من من كوني نكتب في جريدة كان نحب كنت نحب زادة نسفر وصفرت وعملت ديرو بورتاج خرجت زادة سفرت برشة بولدين لكن في وقت ما استهويتني البوبيسيتي وخدمت برشة سبوتات برشة حاجات يمكن ياغرت وتماتمو؟ نعم فمش حاجة معملت ليش سبوت بأنواع واشكال وزاد عملت حملات تحسيسية مثلا على التلاوث كانت وقتها الموضة مع كاميل تويتي وكاثر باردي كنت نخدم يسر في الكمنيكاسيان وبحكم زادة تكوين الأكاديمي اللي كانت تصور تخدم وتكره في الحاجة اللي تخدم فيها وممتان وكومنا نحبها دونك معناها عادي بش نخو عدد واهية ونكون نحضر وديما في الملفت انه ومنعرش كان صدفة ولا ليه انك تعمل في البيب متع الطماطم والياغورت والزيت ومن بعد أول عمل تعمل سبيرت عزيز أول سيد كوم خدق بل عملت حاجات أخرين انا براه بديت متى درج معناها خدمت أول دخولي للتلفزة كان حاطب نعمارة كنت عندي صفحة في اللوتان كنت نكتب نقد تلفزي معناها يا أخي مرة نقطب بالطريقة لذع خدق يعاك يجيني وعاوت تقريت الهرتيق قلت برجولي يعيب علي دونك استعملت كلمة بالفرنسية وقتها الصعيبة برشا وجيه هو الواحد قال ينتي نهار كل وانتي تعطي فينا في الكلات في التلفزي ودخلت هكيكا بديت معها فريق الانتاج في المنوعات متاع سهرت السبت عسليما وقت هزيدا كان يتفاكر حاطم الاسم الرقينيه بلعب وضوحك ماني قاعدين قلت له عليش منسميه وش مرحبه قليليه مرحبه مرحبه بيودرشنا وبعدش عسليما وعمل نخيم معنا كان فما ديناميكية متاع انتاج وقد خلت انا في وسط التلفزي كون فما عبيد تقرالي خاطئ كانت عندي كرونيك يومي كنت كل يوم نكتب نص باجه نحكي حكاية وفهم اقتراحات وليت نكتب المناوعة وبديت بشوي بشوي حتى نهار عايتولي انا ومحمد قلبي وتهار فيزا وعاد الامبايا وعميد بن حميد دولت في بن سيسي سيتسكون اخر كان يسامحوني كان سيت لسيمي قالونا بش نعمل القليبس خات الدولة التونسية قارد تنفتح ونحن صدقناهم عام تسعين وهبطنا بكل الفقل وبعد الواقع عاود نزاها تخبيع من السيزون الحق به كانت فهمة شواز بوليتيكا وبعد في السيزون الثانية بعد حلقتين ولا ثلاثة رسلت له زوهير الجنبري ما عاشي شوق الفتر ويقص ويحطرف وما كل حلقة بعشرة دقائق تقعد منها دقيقة القليبس كانت فنية نتذكرها وقتها ايا من بعد راهوا اربعة حلقات في السيزون الثانية ووقفت تمت صنصرتها توتالمو انا وقتها بالحق خممت وقتها قلت نرجع لفرنسا خطر خوفنا معناه شوية وكانت ردة الفعل الصعيبة في وقتها علش تسنصرت الحلقة تسنصرت خاطر وقتها العاملو حاشتهم معناه البيبوفير بوليتيكا تفهم برشة انتقادات من فرنسا ومن ومن كل شي دونك هما حبوا يعملوا سوديزون هاو كان فتحنا وفهموا حرية التعبير وحكينا راو فما كانت فما حر نعملنا السيزون نحنا كنتفارجوا في الحلقة نطلبوا بعضنا نقولوا فينا الموت عادت دونك بعدش جاي سكيتش اللي قلب الدنيا الكل هاي سكيتش السلطان اللي سلطان ميت وجيب ولده بعدش قالوا حط لي الشعب خنتعرف عليه قالوا حط لي الفقارة على اليسار وبعدش حط لي الغنيين على المين شاي وكل على اليسار الى اخير الى اخير قالوا شنو هالشعب هذي فقير وسيكت ودرشنو وميزر كل شاي قالوا حمد ربي تحكم فيه مئة سنية دونك هذيك كانت الضربة القاضية اللي تم ايقاف القاضية بس على خطرها سوبرت عزيز سوبرت عزيز اول عمل متكامل خاطرانا وقتها كي خدمت في فما مرة جاءت الفكرة خدمت برشا سبوتيت وقتها مع عبدالعزيز بن ملوكا كنا نخدمه في بلوزيغ زاجانس اخي مرة الكليون اللي نخدمه خدمته يكن وقتها تعرفت على سوفيان الشاعري اول مرة اول مرة اول مرة تعرفت على سوفيان الشاعري في الريبيتيسيون اليتاليان خاطر كان هو ريجيسير في التلفزة نعرفه بعضنا صحة صحة من بعيد وبعداش نحنا في وقت نعملوا في الادوار السلاح السيد اقترح عليه قال يا فما ولا يدراه به رأوا نخدم معه برشا انا شخصين يضحكني اما ما رقاش حاضر في التلفزة يعمل سلسلة وهو قبل ولا زوز سلسلة يعمل ضربية مع سليح قال ينجربوه دوك في الريبيتيسيون اليتاليان الحق لبنم هاكا كوتفودر معناها اول مرة نعرف سوفيان هو وش كوت وش نوال الطاقة اللي عنده وكباسيتي كل شي دوك كان عنده نوع متراك تعرف اول مرة والفرصة دوك هو الانجو في مخه يقلي حاجة تنجم تكون حاجة مهمة في كارييره كيفش كاستيتوها المرة الولى كاستي السلاح هو اللي بعديش في الريبيتيسيون اليتاليان دوك تعديت بالجديد الحكاية التبديلة الوحيدة جادة بتي الدور الصدق اللي هو عمت له التواكويكا خطر التراك متاع يعجبني انا يعجبوني العبيد اللي يدخل عنده تراك اللي عنده تراك نحسه اللي عاطي قيمة للعمل متاعه سوفيان وقتش الطعام اللي هو مشهور اغذر نحنا كيكونا في التصوير احتاقها الحق جاني مرة فايسل بالزينا ونمشي نطل ديمة على التورناش خالي سوفيان باش يقلب الدنيا انا وقتها عندي كامل تويتي وعندي معنى ذوكم اللي انا راههم سوفيان ما نعرفوش دوك الحق قعدتلي في وضني اللي حكاية كي بديت الراه في اللي رايش والراه في اللي واحد واللي متعرف الخدمة الباهية مع سليح وذي بالحق يلزم نحكاها نعطيه حق الراجل اذاك سليح بعد ساعات راني ينفد يقولي الكلمة هذي بدلة راني نقعد ليلة كاملة على كلمة وبعد الساعات تتثورك وتهزيلت كان سلاحك اللي عرفتك الانترنير اللي وراك يعطيه يجري 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 فد 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 وكالفدة بديت نفهم اللي انا بالسترس بالقلاق بعد ساعات نبدأ خلاقي فاسدة وقتها نبدأ نكتب القديل دونك السترس هذيك ايونادرينانين اللي هي الموتور متاعي يخدم بالسترس سوفين وقت شفيق اللي هون نجم فيق اول مرة مشي ضهلي المستير في البياج عقلو اللي سيطع البياج وبعد السيطة ايه وراهو مش كما تاوفى مريزو سوسيو خاطر وقتها تستنى الجارة بعد ثلاثة عيوم يبدو يهبطو في كليما كالجملة والله هذي يستحق المتابع دوك عقلو وقف عمالي تين يفوق قال يحطوه وراهو معاقلونه وراهو سيري عاجبه ايكستر خاطرنا نسترسي زاد كنا نسترسيو ونا فيبادو فيدباك وانا شخصيا اول واحد معانيه اللي قالي قالي حاتم توت معانيها لقيت حاجة جديدة اللي هاي مش توقع برشا هو احمد بهاء الدين العطايا اللي فريمون يوكن اللي عاهاك جيتو الفلير اللي فهم الحكاية ومش غريب عليه هوت شوفوا الانتاج والحاجات الفلام اللي قاعدين التوا باسمهو يتعادوا في كانال الى اخيره ناك سيدة ذاك انا مودين ليه برشا السوبرت عزيز نجحت مواسم اخر عليش ليه كنت فما حاجة فجوة قانونية في حكاية البلسمان دو برودوي نحنا كنت عنا مشاكل زادة في اعادة البث خاطر حتيت برودويه انا هي شنو الفكرة خاطر وقتها انتاج من البرا التلفزة مش تلفزة دفعة الفلوس نحنا جبنين لها الفكرة وقلنا له هاو الشيء كذير التمويل المتاح هو اوفيت الوبلسمان دو بخدوية خاطر الكنسيبت هو بتبلاسي فيه انواع ومي يتعدى في سوبرات معاناها كيترا انتي معاناها دي برودويه ترازي تراميه مش كيمال كيتراها مثلا في فيلم واحد كان قاعد وشتاب كاسح ليه بشرب نحن حن كيمال كنتا جسبيه لليه بشرب بعدها كان قاعد صيئيسي يقاف متاح خاطر في إعادة البث نحن حتى عود لكنترى الكل الى الاخير ستتتتتتتعج بشرب مجي تولي لوتيل أمجينا لوتيل تخاننا المتح كم أماتح الشتراليا تخاننا ربحي قبل ما نبدأ ونكاورو كانت وقتها العبيد قلقهم بعض الممثلين للكomposition, لجوء, لفاصن دو جوي, لانتوناسيان وكل شيء والحق أنا وصلح وقتها جيت الكل في ريوس لخاطر أنا ويهل تحسبنا برشا على الوثيل معناها أنا ريت كانت فاكر لزارتي كانت فاكر كل شيء معناها كان جي فام فيسبوك يمكن طاوراني نخدم في بوليوود معناها متاعي هجوك من البلد معناها مش طاورة ومش جديد سبين رأى كان بطريقة أخرى كانت فما الصحافة صفرها ما انت شوف لي حل كان كتبتوا في عصر الفيسبوك مع السيزان وشوفوا شوفوا كم قرائل عرافة واو عرافة وكيفيش وبسيكياتر واللي رأى هم هي جوالين للبسيكياتر ورأوا هي جوالين للعرافيين عندك مئة واربعين عرافة في تونس دونك دونك رزمان كنا في بقى فيسبوك الليبوك باش خدمت في عقلي وسكرت وذنيا ونقرأ معناها الناقط هنا صحافة رأى ومعناها ونقول لك من الأخر فما أقليم كتكتب علي وتسبني نفرح شوف لي حل كيفيجي اخذر انا وقت لي قتلك في عام ستة وتسعين كنت في التلفزة نخدم مع حاتم عندي عامين ولا ثلاثة في الفاريتي معاه وكان فما برشة كنكتب ليسكيتس اول سكيتس كتبتو مثلو توفيق البحري الله يا رحمه دونك توفيق وبرشة جميع اللي خدمت بعدش برشة ممثلين خدموا ليسكيتس كلهم يقولوا لي عليش ما تعملش حاجة عليش ما تعملش حاجة وجيتني فكرة وقتها وجيتني مسلسل دراميرا والحق ما كانس فما ليس كونسيبت في تونس كانوا فما سلسلات هازلية كلها نحكيلك على الفورما مسلسل دوك خمامة انا نعمل قصة فيها عراف في نهج العبد عليه بالصف وتجيب سيكياتر بعد عشر سين قراية تجيب من البرة وتحل الكابينين قابلوا وتحاول تقنع الناس باش يجيهم هذي الكونسيبت الفكرة اللي هو لنا هذي عام ستاة سعين دوك انا ببعد لوتيل قلت معاتش بش نكتب و بش نرجع للبوب اخويا بب تعمل سبروت عندك تدزب بانك لتوقع داكت كل يوم تكتب تعرف تشوف لي حل راي افناشن ساعة كتيبة يوميا كي نقول كتيبة مش شد ستيلو بارك مااني كتيبة تخميم و كتيبة جي تخافاييه دوزر بخجو دوك قلت اي ادي كنت سيخ بالطريحة اللي كليتها و كل شاي ياخي كلموني التلفزة و احقاق الحق معنى حي المديرين كل اللي كانوا كانوا معنى يمنوا بال وخووا يعرفوني من الصحافة المكتوبة و السي قالوا لي عندك شي فاكس نازم نعملو سيتكم بوغاتخابي حكيت البيحد مش رجعت للارشيف متاعي و نعم لك انتيح بار الزار على الفكرة قعدت خدمتها شوية حكيت مع صلاح صلاح عجبته وبعدش قابلنا انا و صلاح و ذهلي كاميل و صوفيان عملنا قاعدة وحكيت لهم مجي اكسبوزي لدي كاميل و صوفيان هما نويو نويو اللو ولا اي وبعدش فاكرة عجبتهم بديدتنا الفكرة هذي كنت تطورتها دونك قلبنا عملت عرافة و خمامنا من اللول في برشا اسامي خمامنا في فاطمة بن سعيدين عنده التزامات معه معنى خمامنا في خاطر البرسناج عرافة يلزموا انكم بوزيسيون بارتكولير وبعدش تقلبت لدوار و صوفيان الفكرة متاع دومي فرير كلمته السبوعي السبوعي مثلا كنت عندي باندسيني في الصباح كانت تخرج كنها لحد صفحة متاع محمد القلبي كان فيها شخصية السبوعي يوكنوا عام اربعة تسعين معنى كلمة السبوعي والشخصية موجودة دوك ريت لميت الحاجات الافكار يجاوني بهين كل عملتهم باتشورك و خرج تشوف لي حل به من الفين واربعة ل الفين وتسعة خمسة اجزاء شوف لي حل افضل موسم بنسبة لي كانوا الافضل اوزر انا ديما البدايات كن جميلة ناصب الاول خاطر البدايات المجهود اللي تعملوا فوا دو فوا تروى شخصيات مش لعبية تحبها السيدون تيفي مش بالضرورة تحبها معناها تعشقها معناها تفهمها وتولي تركب على الدور السيساء هو الماجية في خدمتنا حاجات كمان هكا كيفيش تتركب بس كتقلش عليك بالسلسال مثلا كتزيد كاميل تويت تزيدوا 3 ربيان معناها تتبدلك تعطيك حاجة في الشخصية انور معناها فهم كي تعطي الهميني تقول سافن معناها تهزك الشخصية معناها تعمل شخصية لشخصية دونك معناها ما عاودش تفرج فيه ما عاودش تفرج فيه مرة مرتين كل حلقة ما عاودش أكثر ما عاودش بالطبيع ما نجمش نتفرج وما نحبش وما نحبش نتفرج ما نحبش حاجة تعادية تعادية كي تفسر الفرجة الدائمة لكثير من التوانسة في شوف لي حل فما ناس ترقد بشوف لي حل هل تعتبر هذي حاجة طبيعية حاجة عادية ولا هذي ما يجبه مسلمان لبيض زادة أخذر حاولت نفاصل كل مرة كل فترة نقع لها تفسير مثلا أكثر حاجة لنوستالجي دون إبوك كيما أنا تورا من روح أنا بعد ساعتنا بدأ نزابي نرقى فيه ونرقى مرة رقيت دكتارية ما رقيت لما كملتهم خاطر صغري عمري أربعة سنية كنت تفرج فيه دكتارية كنت نبدأ متربع قدامة أنا دار يعني كانوا يسكروا علي بيت التالفزة وقت اللي تبدأ التالفزة اللي يتوفو أنا متربع قدامة هنتفرج معني جتي أتيغي بخصو الماضي والمسرح والسينما كنت السينما معني بخمسة وتسعين مليم مرة في الجمعة يعجبني فيلم تفرج فيه برشة مرات دونك نتصور اللي فهمة النوستالجي فهمة زيدة يمكن كنت ستنصب حاجة ساغاسور في وقت نحنا حياتنا ما هيش سور علش العباد عندهم ستريس ومتأزمين فهمة نيس تقولك هنا عم جاي ناجم نخرج من الخدمة فهمة عم جاي الدنيا بشتغلة دونك هو ساغاسوران كي يرجعك للشاي هذك مو الممثلين بالطبيعة والكاليتي وخراج متاع صليح معنيها بيانسور سيه مفيدة حاتب اكثر موسم تعبك كسيناريس الخريني الخمسة عشر حلقة الخريني اللي كانوا ثلاثين حلقة وعملتهم كوندونسي انا تقلقت معنيها حاجة انسانية ومش قلقت معنيها كنت تكتب قالق؟ ليه مش نكتب قالق معنيها وليت نحفر برشة من ذاتي بش نرقى الأفكار خاطر جافي ووقتها مكانش كيمة توفهمة ديزاتولية بلي فاسيلمو خاطر انا حاولت نعمل ديزاتولية مثلا بعد ساعة تجيب عبد يرد هالك الدراما بعد ساعة تجيب عبد يستسهلها كنت ديفيسين كنت تطلب من الممثلين انهم أعطوني أفكار أعطوني حكايات طلبت نطلب بيانسور يعني نطلب من الممثلين ريت بعد ثلاثة انا خاطر من اللول عندي مئة فكرة عندي كراسة مزيت مستحفظ بها الحلقات المياه الأولانين مكتوبين كلها دي سينوبسيس هذيكم من أول الكونسيب بعد ساعة مموزيدة بش نشارك العبيد بغلي موتيفي خاطر تحس فاما ممثلين يقول لك مثلا اللي ميور فان عند فلين شبيني انا ما عنديش فان هو من اجابش فاصلوا اللي الشخصية زي ما تكون هكي كراهو فاما الفان ما تختف مثلا تحط كاميل وصوفيان الشعري كي بدهو يفانيو ستينو تقديمونسيون خاطر الزوز يصند في المود نقرر بالكلمة يفانيو هما الحاجات اللي الضحك الجمال اللي الضحك خاطر يزم كراهو البخوتاغونيس والانتاجونيسيزم فاما واحد ورادة الفاعل كي يقولولي راهو نحسورو احنا نقصي نحس الدور متاعين نقص كل شاي دونك نشاركهم قلوا عطيني انتي فكرة مالو غزمو بعض ساعات مش مالو غزمو معناها برشة فكار اخذيتهم معناها اخذيتهم بعين الاعتبار اما اللي يجيب لك فكرة هو يبدأ في السنترال ولا حكير كل الدور حوله وكل شاي دونك فاما غرور الممثلين بانسوق كما جايش فاما غرور الممثلين ما يتلعوش ممثلين ممثل يزم عنده الاني وعنده الغرو تبدلوا عليك ممثلين تعشوف لي حل كيمانا تبدلت عليهم ادي تبدلت عليهم تبدلوا بانسوق تبدلوا خطر معناها الشهرة تبدل خطر فاما ناس راهو عاملين مسرح وكل شاي عندهم شهرة لكن شهرة متاع اعمال كيمانا شوف لي حل كيمانسيبتي العزيزة كيمانا حاجات كيمانا خطر فرده وقاتختها معناها شهرة من نوع اخر تولي شهرة اونيفرسال معناها تولي حاجة توليت اي بلاصة في تونس تفريعقلوك كانوا يجيوا للشرقية بالبوس الكل هم 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 كنا قبل عرفتك اللي كيتبدا في خدمة جديدة نعبيتك الممضبطة والانتاج يعمل لك كبوس كل شاي بعد يش ولينا في السيزون الرابع واحد جي انا ملقاش بلاصة في الظرنة تغشج ولينا عنا شكون يجيري لك راهب ولينا معني نعيش وغادي راهو بالستة شهر تعرف تعيش تولي دارك تقولش عليه الستيديو والبلاص وش كون البلاس لباركينج وتعاركوا على البلايس باركينج وتعاولوا على الماكلة وش بك انت اللي هني المسوس ذي المسوس اليوم كان اغس يرقدوا يقيلوا يفتروا من البتداج للعشاء سيق بلاس معنيها كلهم كانوا ديسبونيبل وحاجة كانت مساهلت لي خدمتي خطبعت ساعة نرقف فكرة كان عمالها الفكرة هذي كان ممثل يبدأ قريب دونك النجم ونزيدوها كان فما صراع حول الأجور من الأعلى أجرا من النجم شوف لي حل اه بانسوق كان فما صراع على الأجور كان العبيد كل تحب تعرف ليه القضيخ ذي وفما اللي يراها بالكسبريونس فما اللي يراها بالقيمة فما اللي يراها وفما اللي كانوا مثلا الانتاج كانوا وصل كيعرف اللي فما بارشة حزيزيات ولي وفما أجور أوفيسييل وأجور أوفيسيوز مش أوفيسيوز معنيها تحت الطاولة بالمنطق الفسيد معنيها انكم بليمويت عمل كونترات واخر بش ما يتراش هذيك يمشي ما غادي الغادي كل شاي وبعض ساعتك يفيقوا راه يريد مثلا هنقول لكنا فما حلقات كيترى مثلا عركة هكا ولا كل التشنج وكل شاي بعض ساعتك يبدأوا هم هكا غيرين من بعضهم الحلقة جي اكسلونت يعني انا نحبهم يبدأوا متعاركين وغيرين من بعضهم راي في صالح العمل خطر كل واحد بشيحتي ما عنده أكثر ويحبه ويور يروحه من الأعلى أجرى في شوف لي حل؟ هل كان هناك ممثلين في شوف لي حل؟ يخلصوا أجور أخرى لمشاركتهم في شوف لي حل من غير جهة الإنتاج التلفزي أنا فما معناها فما أما نعاود لك راه وكان لي صالح الإنتاج بش ما تصير حزازيات خاطر يجبك تفهم من يفهمه ممثلين يعتبروا الأخرين مبتدئين ما عندوش الكارير متاعه وهذه يترقف الإنتاجات الكل داير العدوى التغول في الأجور تنتقل إلى سيناريس وإلى المخرج هل تغولت كذلك لأنك أنت وليت تطلب في مئة مليون على حسب يتحكي في الكواليس نطلب بسيط، نطلب تكثر أو زيادة يعني تفهمنا في مئة مليون ليه؟ هو أغزر كانت تفهمة ناكمونتاسيون سيستيماتيك كانت التلفزي تعطينا عشرة في المئة زيادة كل سيزن أنا صححته عندي زوز بونو قتل مذيئ الديفيزيون درشنو والوسائق الوحدة وشيطة الوذي كانت التلفزي يتصح ويما تخدمش دونك زيادة فهمت يعني ما كانش عنا شواء كما توا تناقش بونو دو تال كونترا لكن أنا نعتبر اللي أي فنان إذا ما فهميش إعادة خطر ريت الإعادة توا معناها كان بيودي أنا كان وقت هالي كونترا كانوا محترمين راهوا كل حتى الممثل حتى الديكوراتور كي ذوكم تسميوا الحقوق المجاورة حقوا في كل كونترا زيرو 1% زيرو 2% على البث حتى إلى حد الآن فما حتى أنا بارك ناخو أم ناخوش من التلفزي ناخو من مؤسسة اسمح حقوق الوتداف اللي أنا في مجلس دارة مطيحة المؤسسة هذية تلم من الحقوق من البيثين الكل بعدش تعمل المجموع تفرقه على العبيد بحقوق البث مبلغ زي أخر مرة خذيت يمكن عندي مقبل الكوفيد أخر مرة 1400 دينار على عام كامل مش على شوف لي حال بركة على شوف لي حال واللوتين وعند عزيز والقاليب بس خاطر فما عوام راهوا يتعدى ويعود يتعدى ولكل معنى وهذا مبلغ يضحك نعتبره مبلغ غير منصف للجميع أو مهين مهين فما ناس راهوا في حقوق التاليف يعطيهم 30 دينار على عام كامل غنيته والتعدى في الراديويت دونك العقلية يزمت تبدل العبيد الكل يزم المتفرج والبيث والمنتج يزم عقلية عامة للعبيد مش نعطيه حقوق الفنانين خاطر الأفكار راهي الأفكار هي التنجم تبني عليها برشة حاجة في الأثناء أبطال شوف لي حال يتعدى في البلاتويت يتكلم ويقع استدعاهم كان وجوم يصنعوا الاكتواليتين لأنه شوف لي حال ما هوش عارف يخرج من الاكتواليتين بتاع التونسي باش نبدأ بالشخصيات أحيانا تذكر واليوم خلي فرصة باش نفرق كل رمان أمل بكوش هل يزعجك قبل كل شيء أنه أمل بكوش طاقة فنية مهدورة بعد شوف لي حال بطبيعة وأنا كنت برشة مرات حتى كاملت طاقة مهدورة ريتو تكملت في الماروكي كاملت ويتي غادي معناه بعد هو شوف لي حل عمل لهم ايتيكات وذاك عمري ما نجاوب على حاجات حتى كانت تبدأ مش صحيح خاطر نفهمهم وعندي برشة أمباتية لهم خاطر أنا نحط روحي في بلاساتهم كان جيت أنا ممثل وعملت شوف لي حل نفهم مخرج معي تلك بمعني بش تجيت حطه في مسلسل المتفرج بعد ساعات فهمت شوف لي حل لبعض الممثلين نقمع وليسا نعم كل حاجة في حياتك يا هيدي اني حاجة فيها برشة ديزافونتاج ريتا كحلة حامرة حياتنا أول حاجة البيهة والخايب البيهة فيه الخايب والخايب فيه البيهة الفكرة الأساسية نشوف لي حل كانت الصراع بين العلم والشعودة كانت بين كمال التويتي والعرافة الجنات والليت فهمة فروع أخرى تزين أي لكن للأسف السيناريو ولا يتكتب بالمحابات والعلاقات والمخرج خطيه إذا المخرج خطيه المشكلة في سيناريست أنت متهم من عند أمل بكوش بأنك تحابي بأنك تخدم وتكتب بالعلاقات وشي هذا ذر حتى الفكرة الرئيسية لأنه الفكرة الرئيسية سيرع بين جنات وبين كمال التويتي بين سلمان الابيث طيب تعدين أن الله سلمت على تسخسيخ هل تعتبر كلم أمال يدخل في باب تسخسيخ؟ والله يخزر أنا معناها يمكن لانكونسيون بتاعي لكن ما تنجمش تمنع لانكونسيون طيب عبد يرتاح الممثلين أنا كي نكتب حاجات وراهم كي ما ريتهم كي ما تخيلتهم تشجعني إن ديريكتما في الانكونسيون بتاعي مش نكتب للشخصيات ذيك هي أما أنا تعرفش سكو جغوتيا من أمال بكوش مرة قالت فيها انتريفيو قالت حاتم بالحاش حتى الكحة يحطها في الديالوك وأنا بالحق حتى الكحة قولوا له هنا تكوح وهنا دونك إذا هي قالت فيها الكلمة ذيك الباقي لكل حريتها تعبيرها ونفهمها اللي هي تحس روحها مظلومة خطرها الطاقة تستاهل تكون موجودة بصيفة منتظمة في الأعمال الدرمية لكن فعلا دور جنة العرافة مش يضعف ودور جميلة الشيحي يمشي يقوى با هني مفصل لك أنا خاطر هذي الحاجات راه راهو اللي يكتب عايش في وسطه معناها أنا كي أكس يضعف لي شوية ولو فيه رودندانس وريبيتيتيف معناها يزينا مشاكمونة مشاكمونية والشاكشوك وكل شيء ترقى روحك دونك تبلجي بش تمشي لها كي تجي تقول لي مثلا هاو ناخذوا الإكزامبل بتاعك أنا وقت طلع الدور بتاع جميلة خط البني تكبروا وحدة تعدي باك وليو حكيت مرمى دونك العائلة وليو لزيفين ماو نرقى أكثر ديزاكس في لزيفين ماو عندك مرمى، عندك الغيرة، عندك السكرتيرة، عندك كلوب فريد، عندك فوفا دونك ديزاكس يتحلوا ذاكم أنا نوسع في ديزاكس هذيك خدمتي هذيك أنا سيناريست مانيش ممثل ومعندي حتى أنت يتصور أنت عندك ممثل عاتيك 100% وانت تنحيه من ناكس فواتك معناها تفكيرك يكون بسيط جدا باش تتخلى على إنسين يعطيك في البلوس هل فعلا كتبت بالمحابات والعلاقات؟ أغزر أنا هاو نفصل لك هذي خاطر تظهر هكي كراه وفهم الرسنتي أنا ممثلين أنا نكون يقابلوني أخي توا معنية كنت نقابل ممثلين الكل ونحكيه ومشكنا على شوف لي حل لكن براه وبعد ساعات في تغيير أدوار ولا حاجة أنا هنا في حاجة نقعد مع الممثل باش جمان سبيغ دولوي ويعرفوني معنية مثلا الأدوار الصعيبة اللي عندي في كتيبتها العلاقة مثلا ما بين كاميل التواتي وصوفيان الشعري الشخصيات معنية اللي دومي فرير باش تبدأ ديمة دينامو يدور نعطيك مثلا حاجة اخرى أنا مرة تغشت علي أمي فضيلة تغشت علي مونين نوردين قلت قاعدتنا نهز في القهوي نجيب في القهوي والغش جاي في وجه صليح دونك صليح صارت هكا حاجة وقالت أنا خرجوني من السيري ابعفوني للحاجة ابعفوني للحاجة بشتلها للبير وقعت نحاول فيها وهذيك مثلا مالحاجة بني نوردين ما تنقش معاه ايه 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 تعرش عليش خاطر غرس للكلاش اللي عملته ولياني مشيت طلبت منها السماح وحاولتها بشترجع قلت لها بش نطور لك الدور وكتبت لها حاجات وعطيتهم لها قبل ما 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 يهزهم السلاح مثلا أنا عملت محول أمي غرسة للكلاش هذي طورت في الواحد دونك كله فيه صالح العمل مع انت اه اميل بكوش عملت هذي فرر قلت لي شميل هذي قلت لي اول مرنا اسمع بيه لانو حكينا على المحابات وتقلت اكثر من مرة هل فعلا كانوا فهمة ممثلات يقولك اه سيحاتنا بنمشونا اصهرون نخرجو مبعضنا كنوع من ال من الاستقطاب تقولها طول اغراء اغراء تعرضت للاغراء؟ بانصير تعرض للاغراء كيفاش فاصلك الممثلين محترفين ما يغرونيش ما فهمك الأدوار الثانوية كل شيء الحق مرشة اغراء بالحق اما جاب ربي وقتها معنيها ما خلطش الخدمة مع مع الاشياء الاخر استعملت كلمة غالطة وقتها قلت لي جاب ربي وقتها وقتها في البروديكسون ذيكا اه تغيرت الحكاية اه مش تغيرت الحكاية با زلت لسين ريمز ربي انا في اخر جزء لقيت روحي كان عندي عسلامة وبسلامة يس كلمت يا حاتم بالحاج بش نسألوا ياخي فيها حفية أبو؟ قالي منزيد حتى شيء يخي قتل وراني كلامتك بش نعتذر على الدور الحق ولا سخوية متفكريش متفكرش تتعاركت معها ولا ولا فوحت فيها ما فوحتش في العبيد عمريش فوحت اسمعت مرة ويجيك ويحت قالك فوحت في العبيد ويكون طريقة اليكي نبدأ هنا في الخدمة العلاقة الانسانية تولي علاقة مهنية معناها روحيانو صليح ولا أنا و كامل ولا مان نصلوش في فوحو ليس فوحو معناه نقاش يحتد اه وفوفو معناها كان دور ثانوي من الاول معناها قبلته والحق قديته بالقدير انا جنو غوتياء ريتش يصير بعد ساعات ريت ممرن عندك كيب شبك هبط فلان وفلان ليه وفلان اعطيته كل وار اما النتيجة هي المهمة انا النتيجة يمكن بالفروادورمتاعي بالهداية التكبر بين الظفرين اللي يعتبروه هما كيكا ولا نفوح في العبيد النتيجة ريتها نتيجة حاسبني عن نتيجة بقي الكل راي كواليس وراوس عادي جدا اما كلام كيما هكا ينجم يوجعك لما يخرج في الاعلام لانه هنا فما صورتك كذلك صورة الانسان اللي نقص من قيمة انسان نرى الممثل خاني نفهمه حاتم الممثل اللي يحس روحه في عمل ناجح يقول عسلامة وبسلامة يحسها اهانة وشكون قالك اللي انا نقصت بالدور شكون قالك اللي ما فاميش جماع ولا فاميش حد اخر انا الفترة هذيكه معنية متاعه اللي قالته هيا السلاح هو اللي بدل والقصر ليه ما نتجامش تكلم انا سلاح توفى وربي يرحمه ما نتكلمش باسمه اما انا نعرف حاجات ما نجامش تكلم باسمه معنية معاك معاك فمت اما اذا مش لك تسلاح نحن زوزت هوني تي ان ديو تري كمبلمانطير معناها كي نقترح حاجة في الكاستين انا بعد ساعة يقول لي لي في حاجة بالحق تلمو عندي ثيقة فيه ما نبانيقش فما حاجات نيقش فما حاجات يقول لي ممثل الفلاني يقول لي مثلا شكاول يقول لي لي ما نقش خاصة في الممثلين خاطر هو يعرفهم خير مني بيه بيش عمل معاك حوار شوف لي حل صحيح ولا غالط دكو شوف لي حل صحيح ولا غالط حاتم بالحاج شوف لي حل فما برشة اسئل على الشخصيات نبدو بسبوعي السبوعي اسمه الحقيقي ولا اسم شهرة الشخصي اسمه الحقيقي خاطر هو ام ووالدته بعد سبعة شهر دونك كانوا في فما برشة عائلات اللي كيتولد سبوعي كيتولد هو السبوعي يتسمى سبوعي كيمال يتولد نهار الخميس يسميه خميس كيمال تولد نهار الجمع يسميه بوجمعة اكستيرا بيه شنو اللقب متاعو اسبوعي لانو علامتي داد قداش من موسم ما نعرفوش اللقب متاعو حتى نو ما نعرفوش اللقب متاعو هو انا بعد ساعات اللقب يتحط وقت لي حاشتي به أنا ما استعملتوش في موقف ولا حاجة دونك ما حاتيتووش ونسيتو بو دادا كل الشخصيات الموجودة في شوفلي حل هي شخصيات موجودة في الواقع باسمائها مو كثيرها بيه سليمان لبيض بيه انا منول خمامة سليم عمار اللي هو الاب الروحي متاع البسيكياترية في تونس وبعضيش كي حاد تسميته حابيت التخليح بيه سليمان وبعضيش قلت سليمان وبعضي اعدى قرأينا convergence دندونك سليمان اللبيض كي نسمى لسيمان اللبي وبد ترقيع أوي schedule ي нашемسميتو سليمان اللبيض كي تسمحها هكا بول ي smashing والتي يقول لك سيمان لبيض تعترقيع ت готовvar فيشيكب فيشيكب يسمع في وسلم فيشيكاب مثلا もعنا بيهم اللول وبعد إيش دخلناه يوكم بعض حلقات ما حابينيش نبدأه بيه حابينيه يدخل هوي فرقع كانت الدورة متاعه اللي أوليني يبلبزها شوي بين الشخصيات لكن من بعد لقيته اللي هوي نجم يكون عنده علاقة متينة مع السبوعي دوك بعد إيش خليته أكيك جنيت العرفة موجودة؟ موجودة موجودة وانتي تعرفها بالكدير وخدمت معها انتي برشا توفيقتني بها ريتها كانت في مزايك وقتها وقت اللي أنا قاعد نقتل كانت فيما عرفة اسمها جانيت وكانوا يبعثوا للعبيد كانت عندها كسان لتلكوينة سنباتيك تونك انسبيري منها هيا البيجي ماتريكس فعلا موجود البيجي ماتريكس البيجي ماتريكس هو أوماج للبيجي الحقاني اللي هو عنده هو الوفري ماتريكس اللي كان هو مثلا نعطيه قوله سبما سيري حبطت في الهند فيها درشان حب نتفرج فيها كان هو يجيب هالي دونك السيدة ذاكة أوماج ليهو بيجي ماتريكس ماتريكس خاطر وقت هالناس اللي في عمري كنا أول مبديل بيراتاج خاطرها كلها مبنية على البييراتاج كانت فيما الكارتة اللي تحطها في الرسبتور باش تحل الكانال بتحل كل شين اسمها ماتريكس صحيح ولا غالط؟ أجبرت سوفيان الشعري بشوفتوا الوقت التصوير في يسيدي رمضان بي صحيح بو البراندو ترافاي أجبره خاطر فما حلقة متاعك العرس في السطح ونحن أول مرة تصيرنا فما حلقات دي سيكون صبرناهم في رمضان خاطر تزربنا الوقت وكل شاي دونك وهو سوفيان يلعب مع كل شاي لا مع رمضان رمضان تخي مقدس عنده هو دونك في الحلقة ذي كي يكل حلو دونك يكل حلو ويشرب القزوز ويبدأ يتكلم وما ينجمش يبلحم وبعد يش نحن نقول ويستنك ويعملك إخي أنا ببعد جاني قال يا ربي يهديك فيش هكا عملته يا حسيب عملته له بلعاني خط عنا فوزيتنا عمله بلو طاعت فدليك قلت له ويراه ومعني ما الحق شد صحيحه قل له وين تحط لي مش الصايمة ونبدأ الصايمة ونصور العشية تحط لي كعبة باقليو من بلاحية شفويت رصو فيه نشاري مان عزة ما تحبش اسبوعي صحيح ولا ليه في النص هذي صحيح ولا ليه اوز فيها تفسيرة معنى ما نتصورش شنا معنى فهم نوعا من الحب أنا حتى يقولولي خاطر انت تكتب بعد ساعات يقولولي فهم نقاش صار برشة مرات هل العزة معنى هذا برشة خاطر اسبوع يحبوه تلمون العبيد ولو يكره عزة بين الظفرين يكره شخصية اللي هي ما هيش عطيته قدره وقيمته وكل شيء لكن الزو الشيخين والزوز اخي هو معنى لا هو هو توم كروز ولا هي أنجلينة جولي دوك اللي دو يعنى يرقاوا بعضهم وكل شيء وكون ديما نقول اللي نحنا نراوه ذاك اللي راوه نحنا الورا مشكون يعرف عليهم هما كي بدهوا راس راس في بيتهم وكل شيء سير مورا يقولولي لا نحبك يا عزة عزة وانتي تكتب فيها هل فعلا تحبوه ولا ليه تحبوه بطريقته تحبوه للضرورة دعنك حب مصلحة؟ مصلحة الزوز معنى مصالح صغيرة نوك هي في الظروفها اللي تعيش فيها في الم وهو زادة معنى مسكين معنى أنا يسخفني راه وليس فاما شخصياتي يسخفوني وفاما شخصيات نجبد من عندي وفاما شخصيات نجبدو من الحياة اللي يراهم اسبوعي شخصيات سخفك؟ سخفني بسبوعي برشا مرات معنى أنا فاما حلقة وقت ليهو وقت لي أمهم مشيط العمرة وزوز يبكيوا معنى هي كتفرش فيها بكيت معنى هاني كتبها وكتبها نضحك يعني كتبتها نضحك نضحك ونكتبها وبعد كريتها في الواحد خطفهم حاجات تجبد من عمقت من تجير بكل شي كنتفرجوا في السلسلة عزة وجنات العرفة ما نعرفوش طبيعة العلاقة هل هي بنت أختها هل هي مربيتها هل هي كفيلتها شنين هي تابعة العلاقة مش واضحة هي مستبنتها هي معنى استبنتها وهي تعاون فيها في الدار أما معنى هتا أنا في مخي حبيت هكا نوصل حتى اللي عزة تورث البلاس وتكون علاقة أخرى في الحكاية لكن ما تتجمش تتخلى على شخصية كما جنات العرفة سليمان لبيوث فعلا يحب دده ولا ليه؟ بوهني القانون يمنعني بش مقول الحب القانون يمنع الزوجة يمنع الزوجة يمنع الزوجة يمنع الزوجة أغزل هو راهو شوف الحال معناها كونسبت عائلي ونجموش نحطه عليه فاما دي نوانس في الوحيد أغزل سليمان كانت تتفكروش كريس دولة سنقانتين تعرف الكريس دولة سنقانتين جنرالما رجال وتو والي ونسير زاد عندهم الكريس دولة كارانتين دولة سنقانتين يحس روحوا اللي القطار فيت ولي معاتكي ماشي بيب وكل شي دونك دي حاجة فرشك وحاجة جديدة وحاجة فوحة معنيها فوحة في الحيات فوح له حياته دونك فاما كل أمينا جميع عمره ما تجاوز عمره ما تحرج بيه بيه؟ الورقة الشهيرة الورقة الشهيرة شنو مكتوب فيها؟ أنا الورقة منعتني برشا مرات مرة دا خاطر يوقفك ووقفك بعد ساعات شدك في رادار ويراك انتي وكل شي يقول لك برسولك الورقة اللي يقول لك تصيبني تقول لك الورقة شفية؟ لك استعملت برشا مرات عمدي كل الباسبور بتاعي الورقة بش نقولها أول مرة خاطر هو كلها في النيوانس لكن فاما برشا عبيد أنسيس تمشي في بينهم حاجة مكتوبة هي ما هو الفكرة مجعولة ما تعرشش نوى الورقة اللي فيها بش كل واحد المخيل بتاعك أنتي ومخك شي يحكي لك فاما ليمخوا يهزوا البعيد فاما ليمخوا يهزوا القريب واذاك هو الفن والورقة عندك؟ الوريزينة لليوم لليوم مزيد على نهاية الكينة مزيد على نهاية طبعا مش مش مشو للجديات هل فعلا كيمت قال وكوثر بالحاش قالت فيصل بالزين قال أنه هناك موسم والموسم الأخير جاء بطلب رئاسي رئيس الجمهورية قال لك ولد بن علي يحبكم تعملولو موسم جديد معناته هذا أمر رئاسي لا نقاش فيه بكل الشفافية أنا حاتم بالحاج ما حتى حد ما أجبرني على بش نزيد سيزان أنا قتلك بذل كاتريام سيزان معناها بديت نحس جفيلوتور حبيت نتعدى لحاجة أخرى لكن كان فما أجمع في الفريق وراو صلاح 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 قلق قبلي رأو صلاح خرج معناها وكنت مش نخرج أنا مع صلاح معناها وقتها لكن فما إيونان سيستانس من العبيد الكل لكل شي كانت عندي معناها جي كون بريسي عملت خمسة عشان حلقة بارك ما يخذ في الخاطر في المجموعة الكل واحتراماً للمجموعة الكل واحتراماً للتلفزة اللي هي عطاتني فرصة لزيد المنيش ما عنديش الجوحود أنا معناها تلفزة طلبت مني باش نزيد ونقفلها أمبوني دير فور ما خليش محلول عندك حديث أنه محمد زين العابدين بن علي ولد بن علي كان مغروم بالسلسلة لا بخصونا المون لي معناها بتاتر هو كان صغير برش رو ما تصورش وقتها من عشبه هو فم بعد ساعتين بعفولي فيديو عامين يتفرجوا أنا الحق مباشرة ما جاني حتى ما كانت عندي حتى علاقة بهم ولا حتى البوفور الحق عمره ما تدخل تدخل الوحيد بتاع البوفور كان في الصنصر حاجة تتنحى وجاني غالما ما توصلش حتى الاقسر معنا وفم تدخل آخر هل فعلاً هناك جهات رسمية قريبة برشة من السلطة كانت تحب تفرض عليك أسماء بعينها أو شخصيات بعينها فم برشة أسماء بتاع ممثلين فم وزراء تكلمني معنا فم وزراء يكلموك على شن هو؟ كلموني على ممثل بربي يدخلو في السلطة فهمت؟ الساعة كان جوابي معناه دي ما واضح وصريح قول له راه وفم ظرورة فنية معناه النهارة الليلة الظرورة الفنية تقول لك تنجم السيدة ذاي يكون عنده دور يرقى بلاستو نحنا الخيارات ذاك كان صلاح الحق هو هو المتخ دوفر بتاع الكاستينج معنا هو اللي يختار وفم حكاية يكون حكاية أول مرة كانت فهمها جمعية اسمها بسمة اللي عاد ذوي الاحتياجات الخاصة وفهمها والطفلة معناها من جمعية معناها ناشتها في الجمعية وعملت كاميرا كاشي كل شيء معناها طول المتاحة معناها مش طول اللي مستنسين به وجاني قالوا لي راهوا رئيسة الجمعية الايبوك اقترحت عليش ما الطفلة ذاي ما ندخلوهاش ما نصورش هي اللي اقتراح جامنا ذالي الطفلة هاي كانت مماثلة مبتدأة حبت تشارك دونك تعديت بالعرفة بتعرف اللي حتعد ما هو بش يقول لها ليه مادام يا اخي انا قلت ليه خاطر بالتفسير قلت كي بديو جوز تولي التنمر ما عادش معناها تحط إنسان هكيكا في هكيكا موسقطة معناها سيفريل فكرة كي تراها تقول لاب يعني تنجم تدخل لكن انا كنت فريمو عن شاد صحيح باش حاجات فيها تنمر حاجات فيها خاطر عائلي لو نعاود كي كتبت عندي في مخي قلت كي ما انا كنت صغير مع دارنا نسمع شينيب وميتراكي وحتى حد ما يتحرج من الحكاية هذي تلفزة تدخل ديار الناس توفيق البحري الله يرحمه قال إنه إدارة التلفزة طلبت إنه يشوف لي حال يتواصل على المتداد السنة كين فم المقترح هذا ولا ليه عملنا نعملنا نشتر سيزان في وسط العام متفرج فيها حد متفرج فيها حد خاطر منزلت وقتها مش كما تو رأوا قبل كانت تلفزة الوطنية تفرج فيها العبيد في ربضان بقي كل لغة خشبية أخبار أخبار تعرف المتفرج وقت يحس اللي أنت موجه ما عاش يتفرج كانوا يهربوا وشينيات أخرى القنوات الفرنسية والقنوات العربية دوك عملنا السيزان الأولى التلفين حلقة خمستاش تعديوا في رمضان وخمستاش تعديوا بعض رمضان بشهرين اللي بعض رمضان بشهرين بريتيكمو أوكانيكو معنى العبيد يمكن يكتشفوها بعض عامين ولا تلفين كوثر الباردي صحيح ولا غلط كانت بش تكون في دور زينب في شوف لي حل وانت رفضت وشديد صحيح في جميلة الشيحي علماً وأنو كوثر الباردي خدمتوا مبعاثكم في عند عزيزو لوتيل ومنطقياً بش تكون كوثر موجودة معاك أنا جميلة الشيحي نعرفها من كورميتراج معنى ما كانتش عندي علاقة بيها صديقك واللينا صحاب شوف لي حل جيبها صلاح واختياره كان في بلاستو كوثر رأوا كوثر من أكثر الممثلات المحبوب لغيري لصلاح عنا مشكلة معاك علش ما خممتش فيها امتداداً للفريق والدريم تيمي اللي خدمت معها قبل كنت خيارات معنى يمكن خيارات فنية للصلاح بيتيتر حبينا نكسر وخطر لنا خارجين من الوتيل كنت مرت كميل زادتوايتي في الوتيل منوك حبي يكسر السلاح ما تكونش نفس فهمت معنى ما تكونش نفس الأدوار ونفس الشات صحيح ولا غالط ليلى بن علي تقلقت من حكاية السانتر وقاطركم سكروا السانتر أو أشارت انه السانتر يزمي تسكر السانتر تسكر خاطر نحن عملنيه ستر سيزان ذالما قادنش فيه برشة بالحق ان السانتر من الول جدا كانت قبل ما تتكلم حتى هي انا شخصيا حاتم بالحاش نتكلم بزر ما كلمني حتى حد ما كانوش يدوروا بيرا وإحقاقنا الحق الحاجات العلاقتي الوحيدة في البوفور كانت التلفزة اللي ديت قولي هذيرا تنجم تقلق البوفور دونك تتنح اما انا شخصيا والسانتر تنحى خاطر اللطفي العبدالي الشخصية اللي تخدمت اللطفي العبدالي وقتها دالي قلقت برشة بيت وتم يظل يدزوا اللطفي باش يخرج مصيري طلب مئة مليون حقوا انا شخصيا ما نعرش اما انا نتفكر المساج الخريني اللي بعثته اللطفي قلت اما اللطفي معني نتايح من خشمك شويها وعنيها وخل نخدموها الكل والمشكلة ما بديت شكراه في السيزار ذي كان بديت في الفيلم اللي شوفتو الجمعة اللي فيت اللي تعادى متاع حلقة راس العام انا ما ندخلش ياسر في الخطر كان عندي كنت محتاج مش كون مخي مرتاح الخطر كانت تدخل في المعامة هذو معاش تخرج الحلقة اللي تصنصرت تدشين الدار كريماير اتعملت حلقة اللي هما دشنوا ذبحوا علوش كل شي وصفين والسبوعي غلط في الجو وقبقب الجو بعدش ولا يعمل خوش والبخ اذيك تصنصرت الصنصرة متاع تلفزة وقتها متاع تلفزة ايه قالت لكم ما تتعدش شنو التبرير التبرير رمضان اه فمائحة ما متفيقش الكحول فمائحة يشرف الجو جميعا وطيبو بشيخ الجو وحبوش ذات الصورة خاطر بداوا يحسوا للولاد يتفرجوا الصغار حبوش الصغار يراوا السبوعي شخصية السبوعي في الحالة هذيك شكو نسرب هالحلقة قدي عندها اكثر من عشرة سنين عندها؟ أبطت هنا على الانترنت ودارت على الانترنت انا ورد سلاح سكندر خاطر نحن خاطر سلاح ما معنى سلاح راه ومنظم معنى هايخدم في التلفزة خرجت الحلقة وخرجناه وانا بارتاجي ويمكن شافت وقتها مزيل مش كما تاوى معنى تصور وقاعدة موجودة في الوقت والتلفزة اللي توعيد وبثها الى اليوم بلحق تاو كنت نبعث في التلفزة لفيش تكنيك انت عشوف الحالة وانا كي نبعث فيش تكنيك فما حلقة الناس ومش هذيك باركة مسنصل عندي حلقة عندي زو سلسلات مشامعين لتاو ما عاودوش تعدى واحدة اسم الصيفي فها نقد كبير للتلفزة ذيك وقفة ذيك بقرار من فوق معنى وفما حلقات القليبس ذالى يعاودوا عديهم مرة بعض فما تلافذ عرض التعليق مبالغ خيالية من اجل اعادة انت يشوف لي حل مواسم جديدة صحيح وعطاوك البديل قالوا لك جعفر الجاسمي ينجم يعوض صفيان الشعري وطول اللغة الجديدة الصيف عمراني ينجم يكون ولد اسبوعي موقف معناها انا صريح وقلتها من اللي وقفة السيزان هي معتش ملكي معتش انا نتحكم فيها فهم برش عبيد يتفرجوا فهم عبيد يعتبروها متاحهم وهم من حقهم تكون متاحهم كان بش نزيد السيزان ولا كان بش نزيد بلش سوفيان الشعري سوفيان الشعري انا مقتنع ولد سوفيان الشعري علش ما حاولتش انك تخمن فيه او تكاستيه على الاقل كنوع من لمسة وفاء الى روح والده وشكون يعرفي نجم يكون خليفة والده انا ما عنديش فكرة معناها هو يمثل ولا يحبي مثل صرح اكثر من مرة ما سمعتش وهو يعرفني معناها ينجم يكلمني انا نعرفهم الي صغير ينجم يكلمني معناها في اي حاجة عنده انا ما عنديش برشة راه المعارف معناها في الكاستين عندي برشة اصحاب ومثلين وتعرفني ومش بالضرورة خد صاحبي مثل ديما الكاستين قد يتحرج هو بش يقول لك اوظر انا هانيت المعلومة عندي في العمل اللي جي كان مش نخدم حاجة هيدا كان خدمت معناها نخمم فيه 30 نوفمبر 2022 تصرح في الرافماد بكل جرء ايه كان تونس تربح فرنسا وتترشح نزيد جزء جديد بنشوف لي حل ياس قلت كان تونس تربح فرنسا وتترشح نزيد جزء جديد فيشوف لي حل بترشح نش صحة ليك اسمع بينا بتظهر الماتش بتاع فرنسا نرقى بتظهر مناعي اللي في الدور ايماني كيت يسرى وقعدنا تفرجنا في الماتش ما بعلم ووقتي تونس ماركيت ومزيلة قعدت ما ترشح طيخ دقائق قلت ما بش نبدأ نكتبتها كانت رشح تونس ورأس خوي راني كتبت وموان خط عندي حلقات مكتوبية راني كتبت حاجة قلت انا نزيد نكتب سيزان ما قلت سوراني ما قلتش نصورها وراء وكان فاما حاجة وخممت خطر موخ يقعد يخدم راه تثير بس ساعة نعمل حاجة ونحصلها قلت جويلة بيبلييه في الفيسبوك معنية كنت بش نكتبهم ونعمل لهم سينوفسيس ونهبطها والعبيد نعمل لهم حلقات تيقراهم على الفيسبوك عندك حلقات شوف لي حال مكتوبين عندي حلقات مكتوبين فم حكاية يمكن العبيد ما يعرفوهاش السختماموه وصوفيان قلق من مجموع اللي كان يخدم معها وتقابلنا في دار لطفي بوشنيق كنا بش نعمل اوبيريت انا وصوفيان اش عارب تقابلنا انا وصوفيان ونهبط وعيتنا لطفي قال نحب نعمل اوبيريت حاطب نكتبها وصوفيان يمثل ونجيبه مغنين كل شي قاعدنا نخدموه نتقابله في دار في دار لطفي بوشنيق وكي مرة اخرجنا انا وصوفيان اول مرة يحكي دي قال لي اسمع برج وليه اخويا نحب نرجعو وننخدموه ايك وشي قال نزيدو السيزون خلت وقتها بعد فورة قدنا نحكي وين انا جيتني الفكرة بعدش تكلمته قلت واسمع نعملو البيج يطلع صباب ويعمل في تقارير وسليمان يعمل حزب ويدخل معه تيب ويمول وانتي امي فضيلة التنبوز تولي انتي ناطق رسمي بتاع الحزب وتتعارك انتي وعزة تقول انا عرفي واخويا معت عدد الزوجات انتي معنيها انا فيكي هكا مامون تفكرها وحكينا فيها بالقدير وكانت معنيها كانت المهمة كونه نقنعو كمال ونقنعو سليح ونقنعو كل بش رجعو التركيبة خطر خمامنا اللي نعملوها بالحرية خطر كانت برشة صنصر لاني هنا بعد ساعات نم ريت عزيش بعد ساعات تول عبيدي يقولي قد منتفرج ما نقل خطرينة نعمل جيمناستيك بش حاجة تتعدى هكا وما يفيقش بها اللي يقصوا اللي عنده اللي مقصوا بش تتعدى الامور وكل شاي دونك قلنا تجربوا نعملوا اين فرسين وشوف الحل كتبت ستة حلقات سيس سيس وبسيس وبعد ايش وقتين ميت صوفيين حتيتهم في قجر مصيرهم 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 ما نعرش نمشو الكورسينا بش نذكرك انه عام الفين وستة تقريبا حاتم بالحاج وانت سيناريست انت عشوف لي حل تعمل سيت السيت هذي تقول فيه للمواطنين أيها المواطنون اللي حب فيكم يعاوننا بافكار وبحكيات هاو السيت هذي قديش خدم السيت اه ستة ايه كمية الاجوبة اللي جايوني معناه بالحق سيت الشوكاء عليش خاطر الفكرة باش جيتني يعرضون مش معروف يعرضوني اهل المهنة وكل شيء ويقترحوا وكل شيء ويقولوا لي العبيد راه والعبيد كل تحكي على شوف لي حل كل شيء انا قلت تيان العبيد اه تحكي على شوف لي حل ايجي نحط روحينا في براسة الناس خاطرين بعد ساعة كنت فرش في فرنس قول يا كنت كنت يعطيوني حلقة نكتبها ايجي انفي دافواغ معني فكرة وكل شيء دوك خممت هبط عملت سيت اسمه شوف لي حل وقلت وعملت دعوة للناس اللي عنده فكرة اللي حب يرى حاجة بدلوها كل شيء فالاجوبة براتيكما اه شحت من الأفكار اه شوف لي حل وهو انتي تباقي شا ميت موت وتحية في شوف لي حل كيبعثت لك السيفي ريت اش عملت قبل شوف لي حل ما يعرفوش العبيد اللي بعد ساعات تعدي عشرة سنين وانتي هكا وبالديتاي وان اكومولاسيون بتاع افكار وتبدا بحسات ديك فكرة وتخليها في تركينا في مخك وترجع لها دونك من بعد قلت ما لي غزمة كنت كنت طموح جدا والسيفي طويل وعريض من قرائتك من خدمتك في الجرائد الكل من الصباح تونيسي بدو الأخبار لوطان شوف لي سيري اللي عملته قبل شوف لي حال وكتبت غنيت سابر باعي لاتفا عرفيوي محمد جبالي مع انت بالحاق مع انت برشة نسبة كيوف على كورسي كانت موجودة معانا أرمالة سفين شعر ايه لسيهم ذكرتا نسيبتي لعزيزة عاملت وقت اللي وفاة تشوف لي حل اللي وفاة تشوف لي حل مشينا لحاتم بالحاج انا وياه قالوا حاتم شنو بش تعملتها وقالوا بش نعمل وقتها مش يعمل واحدة جديدة دار الخلاعة ولا قالوا قالوا صوفيان وشكومي مش تحط فيها دار الخلاعة ولا قالوا ما عاش الناجة منحطكم انت وزوز انت وكمال مش نحط كمال قالوا باي وانا قالوا لا انت صوفيان كان نعملك سكاتشات يا أخي صوفيان قالوا لا متعملش سكاتشات ما نش بنصور سكاتشات واخرج وقتها خرج متنربز من باحدة حاتم بو انا ما تخوز قالتك قللك الخدمة فمع بيد وقت تبدأ العاطفة في الخدمة هي تقراها نبزة لكن انا وقتها نكتب في دار الخلاعة و وصوفيان يعني يمكن حاجة اللي ما تقالتش اللي هما دي جا نسمع عايتوت لهم هما يصوروا في شوف لي حال انا مرة عايتولي نسمة شوف لي حال معناه حابو نعمل حاجة شوف لي حال ترى روحك في نسمة لا معناه بو انا نمشي انا نقدر لعب الكل انا عايتلي شي منعرش وقتها وقتها شخصي وقتها شخصي يمكن نبي القروي ما ما نتفاهمش معاه نحب نخلق في بلاصة مرتاح نحب نكون انا عندي اللي قالتو صحيح معناها مخترح خاطر انا وقتها كعملت دار الخلاعة كقعد اكتبتها وتخنى في الانتاج ما نتفكرش يا هو جيني انا كلمته قتله نتقابله يا انا يا هو ما نتفكرش اما نتفكر اخترحت عليه حاجة هو يكون فيها السنترال ما كنتش سكيتشيت وحتى سكيتشيت راه مش عيبة خاطر هو زاد السوفيين الانتاج اللي انتو انتج سكيتشيت وعملت سكيتشيت انا خمام في حاجة هو السنتخال هو يكون البرسوناج سنتخال اما فما جملة قالت ان السوفيين روح متغشش مختار بعد سوفيين علي اغتي معاها بعد هذي بعد ما قابلتو تقابلنا زاد عضلوت في بوشنيق ما قابلتو معناها ما ريتش سوفيين متغشش و متغشش حقه معناها انا بدي نتغشش في الخدمة نتغشش اما في علاقتي معاها الانسانية مالله هالي كانت تغشش بعض اللي عشناه من بعضنا علاقتك بالتلفزة الوطنية اشنية جب ربي ما ركزش انا في علاقتي مع التلفزة كانت جيت انتركز في علاقتي مع التلفزة معش نحط سيقي في التلفزة معنا خاطر مثلا الى حد الان ما نجمش ندخل التلفزة لم يصحح لي مدير التلفزة اللي تعدي كل يوم شوف لي حاله انا معناها من نجمش ندخلها كنحك رأسي قل نمشيها كنشوف التلفزة انا حتى نخدم في التلفزة يزمني ترخيص و كارتة و فلبي مرر مشيت معناها استدعاني قال لي بوك مدير التلفزة كيجي الداخل نسي وما هبطوش الورقة اللي في البيب عمال معاي سيلفية وجي الداخل قال لي بي تغطريف قال لي بي تغطريف الكرهبه قال لي بي برجيبه خزيت كرهبه عندي هاك بعد ساعات زاد الخيارات بعد ساعات هنا التلفزة الوضعية متاعها ما نحس عليه يعني كما جيتش نحس على التلفزة الوطنية يعني ايراني ما نركزش في حاجتك من هاك التلفزة تظهر لي اللي عندها بوتانسيال كبير ما لغز ما كإدارة الإدارة هي كإدارة بتجمش تعمل مرفق عمومي تلفزة معنيها بالإليات الإدارية نحب ننتقل ونكمل موضوع طريف جدا موضوع أشوف لي حل تعرف أنه فهم يناس حافظين السيناريو ولا حافظينه أكثر مني أكثر منك نتصور يصيروا للترايف عمري منعاند بينك يقول لي حاجة على شوحات كما تفكر ياسم عمري منعاند هذه حاجة تبهتني زد رأى إنسان يكتب حاجة وإنسان حافظها معناها نفهم إنا رأى وأنا معناها مودين ياسر المجتمع اللي عايش فيه رأى عايش في رفاهية كبيرة انتلكتويل ما نس نس تحبك نس نس تتفاعل معاك رأى كل واحد يسألني سؤيل كل يوم سؤيل جديد وتنجم أينما تنرفض الجملة واللعبيت تعرفني اللي تراني حتى في الشارع معناها فخر رأى تنجمش تتصور من داخل هنا كيفيش معناها استنلوكس انتلكتويل تعيش وانت كاتب حاجة كما شوف لي حل وكما عندها عزيز كل مولادي اللي كتبتهم والكل أبنيت أفكاري تتفكرهم تتفكرهم في تفاصيلهم مش تفاصيل حال أنا وقت لي مثلا بعد ساعات فيه قلينا خادم حاجة نصيت حتى اسمها معناها خلنا عمال كويس شوف لي حل خلنشوف شنوه مزلت باكر ما شوف لي حل كويس شوف لي حل حاتم بالحاش شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل بيه وراكة الخلفية لا فيش انتشوف لي حل تعجبك ولا ليه هاكا اللي كتبة ستي علي بوك راود او 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 عشرين سيلتاني فما ديولوجي سير جدد وكذيك وقتها تظهر طيارة كيما توكي تفرش في حاجات خديمة مرة بيه تصوير السيدة دكا فرويد فرويد داي علي مين هو عالم النفس الشهير اللي فيه كواتروز دا في بيروس لي او هلا ايه الكويسة اللي كتب لكم الحكاية ما تعاونوش هادة فوفة الفاطمة تفكروا تليفون بيه بني مناسبة كادو حد شي فهم حتى مناسبة انتي قال اخي ها غارد زينب زهال اللي هي اعطتها كادو بيه شو كان اسم بنت فوفة المط double ولا يكفي عنب بني هي فوفة كنزة كنزة قالون لك تفكر sendiri تكتبت انتي هي سيناريو ليه سكيا どجة الايماني الش Bloods الحلو حجر طيعنا بيتروا ها؟ هم بتروى؟ هم عاونو كم اقلولك؟ بي؟ اسبوعي شراء علوش العيد هاي هاي شو سميه؟ عنتر عنتر اللي رب علي الكبدة عنتر عنتر بي؟ يزمني نطلع حاجة كانش نخرج عاملها بالعاني شنوه كان اسم اسبوعي كيف اعمال فيها عراف وقتها سمى روحو البوزير بستعملته حتى مرة استانى استانى خليوه يفكرهم بعد عطيهم دكتور مسي سوليري لا لا يا خمثبت كتبت انت يا حاتم؟ اي 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 اما انا مركزش شنوه الاسم؟ بوكرشين بوكرشين الض taken لي كانك تسمع فيها اول مرة الاحكاية ما متفكرش اللي دي accountability الا بي؟ مش رعال نتفرش فيها انواتك في غانو جزء نعم اسبوعي تزوج من عزة تزوج الجزء الرابع لا الثالث بش وفيت بشي عرص ولا الثاني وفيش يعرص الثالث عرص بي؟ أول حلقة ستعدي برومو ذارة ذارة قداش كان يخلص أسبوعي من عند سليمان لابياث عشرين دينار في الجمعة برافو الإجابة والاقتني يتعلق الأمور بالفلوس نتفكر شو هده تعزل جنات بمناسبة عيد الأمهات شكوبة 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 والله يعطيها الصحيب تجب تيدي لك شكوبة ولا كامونية أنا كامونية نموت عليها على ذلك تديم الكامونية حاضر أنا كنجوعا ولا نكتب كامونية شو اللون اللي دهن بها أسبوعي بيت سليمان وزاي اه بيش وعمّلها حمرة هكيكة حمرة الصفرة حمرة الصفرة خطر بيش مش ماشي بيش مش ماشي سياجع فيها بي حزوز ايجابة سحاح على قمد ten على على عشرة ماذا كان اسم الوتين اللي مشاولوا سليمان والعائلة للتراس العام؟ مشاولوتين للتراس العام؟ سليمان والعائلة ماذا اسمه الوتين؟ حتى الجمهورة كريمية فكرش صحابيتش 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 أخوي قدسي بلويد ماذا كانت الخدمة؟ بوحمزة صديق أماني ماذا كان يخدم؟ بوحمزة انجينيور؟ لا ماذا كان يخدم؟ قولولو؟ ماذا؟ 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 حاتم نشكرك برشا 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 شكرا عايشكم شوف السلسلة متاع شوف لي حال بيشتوالي أحلى بعد ما تفرجنا في الحلقة ولا ليه؟ أما شككت لأنك تبتو بيشتوالي أحلى بيشتوالي أحلى اليوم قد تكون عملت حاجة واجب مهني ساعات قد تكون عملت حاجة فيها متعة لكن اليوم أنت دخلت للتاريخ أنت ومجموعة كمنا لكن أنا نعتبر أن المخرج وبالأخص السيناريو الساحب الخرافة اللي خلتونا نعيشه أجيل وأجيل وأجيل فهم الناس ما خلطتش على السفين الشعر اللي يرحموا اليوم متعلقة بالسلسلة شكرا 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 لأنكم أسعتك ياسر عائشة نحب نقول جملة وديما نقولها مهمة ينصر حتى الصغار وكل شيء يلزم الخدمة اللي تخدمها تحبها أنا نحب برش الكتب نحب كي نكتب نمضى عايش في سعادة كبيرة ونحترم خدمتي برش نعطيها كارها معناها كي نحط جملة بعد سعاد راهو ايو ريبليك فكرة بعد سعادة تعمل بحوث بكيش عنا جوجل كي ما تطور راني نمشي للمكتبة وعندي كارتة متاع مكتبة بعد سعادة نحل السبع كتب باش نلقى فكرة دونك نشجع لعبيت اللي يمن بحاجة كي تقوم تخدم السباح في خدمة تحبها لا تحس تعب لا تحس وقت حتى كي تخلص كالكميات يبدأوا هذوكم يكون انتي معناها يشبعوك عندك ورق مكتوب جديد؟ عندي برشة اغزل عندي خزينة فيها برشة افكار خطرينة جيني برشة افكار كل فكرة وثاقة الاكرب بش يخرج من الخزينة؟ الاكرب فهم جا عندي فكرة كنت بش عملها سيدكوم والسنين فهم وضع صعيب اقتصادي دونك منجموش نخدمو حاجة في التلزنة انا بمعناها منحبش حاجة زيدة باكلي دونك حاولتو لمسالسل اذاعي نحب نرجع كي مقبل لك شيني بكل شاي يمكن سيدكوم اذاعي تعرفني انا بعض ساعات كي ندخل الموضة بعضيش تولي حاجة معناها مستسيغة فوكاهي؟ هاجلي؟ ظامر؟ ظامر انا حب كلمة ظامر ظامر الفوكاهة والهزل هزو الحاجغ اما ذمار سيتريت يونيزيان خاطر نحنا بعض ساعات بالوجاية عملت ذمار اللي فهمها فيسبوك بالكريزة بسيئه نار مراه معناها مجتمعنا رانا ما نعرفوش قيمة رواحنا معناها تصور انتي كتكتب كي انا توا كي نكتب يلزمني نقر الظمار الكل بش خاطر بش ميراش روحه بش ميقولش اه انا اضمر منه واضح تحية كبيرة لسيناريس بالصحة والزميل الاعلاني حاتم بالحاجة اشتركوا في القناة